تحدثت التكهنات خلال الساعات الماضية عن انتقال روسيا إلى المرحلة التنفيذية لقرار ضم مناطق أوكرانية جديدة إلى أراضيها فما أبرز ردد الفعل الاستباقية على هذا القرار نبدأ من الأمم المتحدة حيث أكد الأمين العام أنطونيو جوتياريس أن أي قرار بالمضي قدما في ضم مناطق أوكرانية لن تكون له أي قيمة قانونية وأشار جوتياريس إلى أن هذه الخطوة تستوجب التنديد الرئيس الأمريكي جو بايدن ندد مجددا بالاستفتاءات ووصفها بأنها خادعة وتعهد بايدن بأن لا تعترف الولايات المتحدة أبدا بهذه المناطق كأراضي روسية ونبقى في الولايات المتحدة أيضا حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الاستفتاءات الروسية بالعملية الزائفة وقال إنها محاولة فاشلة للتغطية على محاولة الاستلاء على الأراضي في أوكرانيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي من جانبه توعد برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام مع روسيا الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بدوره حاول الضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي لاتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوترات في أوكرانيا أما مجلس الأمن فيتوقع أن يصوت اليوم على مشروع قرار يدين استفتاءات الضم ويصفها بغير القانونية لكن فرص تمرير هذا القرار معدومة مع امتلاك روسيا حق البيتوم ومن المقرر أيضا أن تفرد واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على روسيا بسبب خطة الضم وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدرس مختلف الخيارات المتعلقة بهذا الخصوص من الواضح أن أزمة أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة من المواجهة غير العسكرية بين روسيا والغرب مرحلة قد تعرق لفرص الجلوس إلى طاولة الحوار في أي وقت قريب